السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام حياكم الله أينما كنتم أتمنى أن ألقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وظائف متاحة في أبو ظبي مع توفرت شيرة العمل ستحصل على تصريح عمل وستحصل على تذكرة صفر لن تدفع أي مبلغ من جيبك فرصة رائعة إخوان أخوات سارعوا الآن بالتسجيل قبل نهاية الموعد إذن أعزائي كرام إذا كنتم زور جلد أدعوكم الآن للضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد إذن بدون إطالة نذهب مباشرة إلى عرضنا لهذا اليوم وظائف متاحة في أبو ظبي وتوفرت شيرة العمل في مدرسة الليواء الدولية وتشمل تأمين صحي وستحصل على مرتب شهري وإقامة ومميزات أخرى إذن بنسبة لتفاصيل العرض الدولة ومكان العمل إمارة العربية المتحدة المدينة أبو ظبي اسم المدرسة مدرسة الليواء الدولية شرح العمل إذن هنا لدينا ويمكننا تعرف على العمل المتوفر في هذه المدرسة بالنسبة للمسمى الوظيفي مدرسة هي المدرسة ابتدائية تبحث مدرسة الليواء الدولية للتعليم عن معلم ابتدائي أو معلمة متميز للإندماء من فريقنا الديناميكي في مدرسة الليواء الدولية المشرف أبو ظبي اعتبارا 100 من أغطسطس 2023 سيكون لدى المرشح المفالي المعايير تالية لاحظوا معي المعرفة الكاملة بأفضل الممارسات التعليمية والإرشادات التعليمية في شراكة مع الرغبة في اتباع سياسات المدرسة وإجراءتها اتصالات ممتازة ومهارة تعامل مع الآخرين القدرة والرغبة في العمل بشكل تعاوني مع فريق تدريس متعدد الجنسيات حسن تنظيم والالتزام مبدع وحيوي القيام الأخلاقية القوية والانضباط مواكبة أحداث الاتجاهات وأفضل الممارسات إذن هذه المتطلبات أو المعايير المطلوبة لكي يتم قبولك في هذه الوظيفة بالنسبة للدول المتاحة لهم تقديم جميع الدول يمكنهم تقديم لهذا العرض أينما كنت يمكنك تقديم لهذا العرض هنا لدينا بالنسبة للعمر أو السن ليس هناك أي شرط محدد أو أي سين محدد لا تحتاج شهادة لغة لتقديم العمل ولا يوجد أي درسوم عند إرسال طرب لن تدفع أي مبلغ مالي هنا لدينا مميزة العمل ستحصل على راتب مرتفع بدون درائب توفير الإقامة تفكرة طيران ذهابا وإيابا تأمين طبيع عقد قابل للتجديد وأيضا ستحصل على شيرة عمل مدفوعة الأجر الملفات المطلوبة فقط ترسل سيرة ذاتية وتقوم بملء الطلب الذي سنشاهده في هذا الفيديو هناك استمارة بسيطة سنقوم بتسجيل وتقديم الطلب هنا لدينا معايير القبول يجب أن يكون لديك باكالوريوس تعليم مطلوب باكالوريوس الحد الأدنى من الخبرة في تدريس سنتين خبرة في نفس المجال تخصص تعليم تدائي القدرة على التعبير اللفظي وتطبيق الاستراتيجيات فعالة تاريخ مثبت من المستويات عالية من تحصيل الطلاب المهارات القيادية قوية المرونة والاستعداد لمواجهة تحديات جديدة هذا كل شيء يعني إذا كانت لديك خبرة في المجال فلن تجد أي مشاكل آخر موعد للتقديم لحين اكتمال العدد المطلوب إذا تم اكتمال العدد المطلوب للمترشحين سوف يتم قفل التسجيل أو إنهاء التسجيل بعد ذلك يقومون بالتواصل مع المتقدمين أو المترشحين المقبولين إذن إخواني أخواتي الكرام كما تلاحظون هذا الموقع الرسمي للمدرسة الإعلان الرسمي من الرسالي والدولية مدرسي بسدائي ذهن هذا الإعلان كما تلاحظون جميع المستطلبات والمزايا الوظيفية والمسمى الوظيفي كل ما شرحناه قبل قليل إذن طريقة التقديم لهذا العرض سنقوم بالضغط مباشرة على قدم الآن يمكنكم تعرف على الموقع بشكل جيد قبل التقديم للعرض إذن كي لا أطلع عليكم فيديو سنمر الآن إلى التسجيل جيد هنا تقوم بملأ المعلومات الخاصة بإسم الأول إسم العائلة البريد الإلكتروني وكلمة المرور يمكنك أيضا تقديم أو تسجيل عبر الفيسبوك أو عبر الينكيديد أو عبر حساب الجيميل إذن سنقوم بكتابة المعلومات الخاصة بنا نقوم بتسجيل البريد الإلكتروني يجب أن تأكل من جميع المعلومات إخوانا أخواتي الكرام لكي لا يكون هناك مشاكل في التسجيل إذن كلمة المرور ونقوم بتفعيل هذا الخيار إذن يجب أن تحسوي كلمة المرور على تمائز أحرف كحد أدنى على الأقل وحرف واحد ورقم واحد إذن نقوم بالضغط على الشراك عنوان البريد الإلكتروني بفعل في النظام لقد تم تسجيل البريد الإلكتروني سابقا قمت بتجربة الاستمارة إذن قمت بإضافة رقم لكي يتم التسجيل بشكل جيد ننتظر هنا تحميل أو تسجيل المعلومات على الموقع جيد نضغط على تسجيل المعلومات أهلا وسهلا بك يا مدين هنا تقوم باختيار المسامة الوظيفي خير الجامعة غير مرخص مدرس مدير مدير كلية أو الجامعة الكلية مدفوصي حرعي أيضا ستقوم بتحديد الخيار المناسب لك هل لديك شهادة تدريس اسل نعم أم لا هل لديك رخصة تدريس أو اعتماد نعم أم لا ونضغط على البدء جيد ما الذي يطيره تمامك أخبرنا حتى نتمكن من تحسين تجربة لدينا هنا تفضيلات هل تسمح للمدارس المسأجرة بالاتصال بك مباشرة نعم هل أنت مهتم بتدريس عبر الانترنت إذا ستختار الخيار ملاسب لك نعم أم لا هل أنت مهتم بالحصول على شهادة توفيل نعم أم لا مهتم بشهادة المعلم ونضغط على التالي والمزيد هنا لدينا السؤال المواري أخبرنا المزيد عنك قم بتسري عملية شراء والتوظيف عن طريق إضافة معلوماتك في أي بلد تعيش إذن هنا ستختار البلد إذن سنختار المغرب الجنسية أيضا ستختار الجنسية وهنا أيضا ستقوم بتحديد اللغات التي تتكلم بها بطلقة إذن سنختار على سبيل المثال العربية والفرنسية ويمكنك إضافة لغات أخرى إنجليزية أو لغات أخرى تاريخ الميلاد هنا تحدد تاريخ الميلاد أو تاريخ الإزديد تبحث هنا في السنوات وتقوم بإضافة الشهر واليوم جيد حدد نوع الجنس هل أنت أنت ذكر أو لا تريد أن تقول أو لا تريد الإختيار إذن سأختار ذكر جيد هنا لدينا رقم العاتف تقوم أول شيء راحلوا معي تقوم بإختيار رمز البلد مهم جدا 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 تختار رمز البلد بعد ذلك تقوم بكتابة رقم العاتف مباشرة وتقوم بتحميل سيرة ذاتية تقوم بالضغط على ألف سيرة ذاتية يمكنكم هذا النموذج من خلال الهاتف أو من خلال الحسوب لديكم الإختيار إذا نضغط وننتظر تحميل الملفات جيد جدا ستظهر لنا هذه النفيدة نقوم بالضغط مجددا نحدد ملفات المراد تحميلها وسنقوم بالبحث على سيرة ذاتية تكون منجزة باللغة الإنجليزية من الأفضل تكون باللغة الإنجليزية سوف نقوم بالبحث على سيرة ذاتية سوف نقوم بتكبير الشاشة جيد إذن لدي هنا نموذج سأقوم بهذا النموذج أقوم بعمل عليه شرح في الفيديوهات جيد هنا تم تحميل سيرة ذاتية نضغط على رفع سيتم الآن رفع السيرة الذاتية على الموقع كما تلاحظون ونقوم بتفعيل هذا الخيار أوافق على تلقي برنامج هذا المستند وتخزين هذه المعلومات ومشاركتها بأمان مع المدارس من خلال المنصة ونضغط على التالي إذن هنا نسيت هذه الخانة الولاية أو المقاطعة أو الإقليم إذن هنا لاحظوا إخوان بعد اختيار البلد أو بلد الإقامة تظهر لك مباشرة الولاية والمقاطعات والأقالب المتواجدة ببلدك إذن تختار الولاية أو المقاطعة الخاصة بك أو المناسبة لك إذن سأختار سميسة ونضغط على التالي نيكست نصف رخصة تدريس أو الاعتماد الخاصة بك أظهر للمدارس أنك مؤهل للتدريس ليس لدي رخصة تدريس إذا لم تكن لديك رخصة تدريس ستقوم بتحديد الخانة إذا كانت لديك رخصة تدريس ستقوم بترك الخانة على هذا الشكل وتقوم بوضع المعلومات الخاصة بالرخصة جهة الإصدار ونوع الرخصة التدريس وأيضا البلد الذي تم إصدار رخصتك فيه هنا لدينا أيضا الصنف والدرجات المرخص لك تدريسها المرخص لك تدريسها جميع المعلومات تقوم بإضافتها بعد ذلك تقوم بالضغط على التعليم الآن دعنا نضيف تعليمك تسليط الضوء على التعليم مع بعض الفانوي الخاص بك جيد نفس الشيء تقوم بإضافة المستوى الدرجة المستوى التعليمي الخاص بك تقوم باختيار المستوى المناسب لك وهنا تقوم باختيار أو بكتابة وتحديد المجال الدراسة الكلية والجامعة اسم الكلية والجامعة تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء إذا لم تكن لديك أي شهادة تعليم من الضروري إذا كنت ستقوم بسلب العمل في مجال الدراسة والتعليم فضروري أن تتوفر على شهادة التعليم بعد ذلك نضغط على التعليم ونمر إلى مرحلة الخبرة المهنية دع تجربتك تتعلق أضف خبرتك التدريسي هنا على حتى نتعرف تعرف المدارس أنك مناسب تماما نقوم بإضافة المستمع الوظيفي والمدرسة أو المنطقة نقوم باختيار الدولة المنهج الذي قمت بتدريسه تحديد المنهج وأيضا هنا تقوم ب ودع الصفة والدرجات التي قمت بتدريسها سابقا وتقوم أيضا هنا المراد الذي قمت بتدريسها المواد بالضغط على إنهاء آن قد تم إنهاء الاستمارة بنجاح وسيتم تقديم الطلب مباشرة لهذه المؤسسة إذن تم تقديم الطلب إخوانا أخوات الكرام للمؤسسة فئة خريج جامعي لا تفي متطلبة هذه الوظيفة لا يمكنك التقديم لهذا المنصب إذن أنا أخترت يعني خريج جامعي بالنسبة لخريج جامعي لن تقبل في هذه الوظيفة مدرس معتمن يجب أن يكون لديك مستوى أعلى من خريج جامعي فأنا اخترت أقل مستوى فيجب أن تكون لديك أو يكون لديك مستوى عالي لتقديم لهذه الوظيفة فبطبيعة الحال إذا كنت ستقدم هذه الوظيفة فسيكون لديك تعليم عالي من الجامعي أو أعلى من مستوى الجامعي وهذا كل شيء إخوانا أخوات الكرام يمكنكم استطبيق نفس الطريقة سأدعو لكم جميع الروابط في أول تعليق وإيضا في صندوق الوصف هذه فرصة رائعة جدا للهجرة إلى أبو ضبي وأتمنىكم توفيق بدون دفع أي مبلغ مالي وفقكم الله توكلوا لله إخوانا أخوات وإن شاء الله تحصلون على فرصة للهجرة وتتحسن الوضعية لجميع إذا إذا كنتم إخوانا أخوات لم تشاركوا بعد أدعوكم الآن لضغط على زر اشتراك وتفعيل الجرس للتوصل لكل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديوهات لكي تعمل فائدة ولايك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة